اهلا بكم مشاهدين الكرام لهذا الموعد الاخباري من خناة الجزائر الدولية بداية اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء ان روسيا ستحقق كل اهدافها في اوكرانيا رغم ما اسماه الاعمال العدائية من حلف شمال الاطلسي بوتين خلال اجتماع نهاية العام مع قادة الدفاع الروس الاربعاء تعهد بتزويد القوات الاستراتيجية بجميع انواع الاسلحة الحديثة مشيرا الى ان بلاده مستمرة في تطوير الثالوث النووي واللا حدود للدعم المالي للقوات المشاركة في العملية الخاصة باوكرانيا لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة الى الجيش سنوفر كل ما يلزم لانجاح العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا تحسين قواتنا المسلحة يجري بشكل هادئ ومضطرد ووافق على اقتراح التغييرات الهيكلية في القوات المسلحة لا مشكلة لدينا في تمويل كل ما يحتاجه الجيش لا سيما تأمين كل المستلزمات الضرورية لجنودنا من معدات من جهة اخرى اكد وزير الدفاع الروسي سيرجيشويغو ان 27 دولة انفقت 97 مليار دولار على الامدادات العسكرية دعما لاوكرانيا وان موسكو قالقة من زيادة الوجود العسكري على حدود الاتحاد الروسي 27 دولة انفقت حتى الان 97 مليار دولار على الامدادات العسكرية لاوكرانيا القوات المشتركة للغرب تواجه الجيش الروسي في اوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاؤها يستمرون في ضخ الاسلحة الى اوكرانيا مئتا قمر اصطناعي يتم استخدامها لمراقبة العمليات العسكرية الروسية فضلا عن وسائل الاعلام التي تضخ الاخبار الكاذبة ما يثير القلق الكبير زيادة الوجود العسكري على حدود الاتحاد الروسي قواتنا تقصف البلد التحتية الاوكرانية وتتجنب حصول خسائر بشرية مدنية خلال العملية شويغو اكد ان روسيا منفتحة على محادثات السلام متهما الولايات المتحدة باستغلال الوضع في اوكرانيا للحفاظ على الهيمنة العالمية نستمر في التعاون العسكري مع 109 دول من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية رغم كل محاولات الغرب الجماعية عزل روسيا روسيا منفتحة دائما على محادثات السلام البناء الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الوضع حول اوكرانيا للحفاظ على الهيمنة العالمية الغرب يسعى لاطالة امد العمليات العسكرية في اوكرانيا قدر الامكان من اجل اضعاف روسيا يستقبل الرئيس الامريكي جو بايدن الاربعاء نظيره الاوكراني فولودمير زيلينتكي الذي لم يغادر بلاده منذ اندلاع الحرب وكشف الرئيس الاوكراني ان الزيارة تأتي لتعزيز قدرات اوكرانيا الدفاعية مؤكدا مناقشته مع الرئيس بايدن ملفات التعاون بين البلدين مضيفا انه سيلقي خطابا في الكونغرس هذا ومن المرتقب ان يعلن خلال الزيارة عن مساعدات امريكية جديدة لاوكرانيا وصفت بانها كبيرة وتشمل خصوصا نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة في وقت يستعد البرلمنيون الامريكيون للتصويت على حزمة جديدة من المساعدات لاوكرانيا قيمتها 45 مليار دولار قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف الاربعاء انه ليس هناك اي طرف في الاتحاد الاوروبي ينوي التحقيق في ملابسات العمليات الارهابية التي استهدفت في سبتمبر الماضي خط غاز نورد شريم واضاف لافروف في تصريحات صحفية ان لا احد حقق بموضوعية في عملية التخريب التي طالت خط الغاز ما يبقي نقل الغاز عبر الطرق الشمالية متوقفا قال وزير الطاقة السعودية الامير عبد العزيز بن سلمان ان عملية صنع القرار داخل مجموعة اوبيك بلاس تتم في منءا عن السياسة وفي مقابلة مع وكالة الانباء السعودية ذكر بن سلمان ان قرار التحالف خفض الانتاج الذي تعرض لانتقادات شديدة ابتضح انه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة القرارات الاستباقية ووحدة المواقف داخل اوبيك بلاس انقذ سوق الطاقة من ازمة حقيقية هكذا دفع وزير الطاقة السعود عن توجهات التحالف النفطي وخياراته في مجبهة بعض التدخلات السياسية التي اضرت باساسيات السوق تسييس الاحصاءات والتوقعات بلا موضوعية يأتي غالبا بنتائج عكسية ويؤدي الى فقدان المصداقية ليس لدى اوبيك بلاس خيار سوى ان تظل مبادرة واستباقية امام الاوضاع العديدة التي تتسبب في حالة عدم اليقين في السوق في سوق النفطية مضطاربة زادتها الازمة الاوكرانية غموضا وهششة يرى اكبر مصدر للخام في العالم ان نهج اوبيك بلاس هو الامثل لاعادة تعافل السوق وتجنيب العالم صدمات نفطية جديدة السوق تعرضت خلال السنوات الماضية لعدد من الصدمات الحادة لولا النهج القائم على المبادرة والاجراءات الاستباقية الذي تبنت اوبيك بلاس لتسببت تلك الصدمات بفوضى في اسواق البترول مثل ما شهدته اسواق الطاقة الاخرى حتى قبل الازمة الاوكرانية وعلى النهج ذاته تواصل اوبيك بلاس مسعيها لحماية السوق النفطية عبر استقراء مستقبل الامدادات في نطاق يستند الى اساسيات اقتصادية بحثة بعيدا عن التجادبات السياسية والتوترات الجيوسياسية الدولية لن تتردد اوبيك بلاس في التعامل مع اي وضع تشهده السوق ندرك انه كلما زادت مصداقيتنا اصبحت مهمتنا بتحقيق الاستقرار في الاسواق اسهل وهذه حلقة ايجابية تعمل اوبيك بلاس للحفاظ عليها من خلال الاستمرار بالتركيز على اساسيات السوق والتحليل الموضوعي عالي الجودة بشدة وحزم تدافع مجموعة اوبيك بلاس على توجهاتها بعد ان لاحقتها انتقادات لا دعا من واشنطن في رسالة واضحة مفادها لا مكان للسياسة في اجتماعات التحالف ولا تغيير في السياسة الانتاجية الا في حال تغيرت اساسيات السوق قال البيت الابيض ان الولايات المتحدة الامريكية ترحب بمحادثات الاتحاد الاوروبي مع ايران بشأن مجموعة واسعة من التحديات لكن الاتفاق النووي ليس محل تركيز واشنطن حاليا واوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الامن الدولي بالبيت الابيض جون كيربي ان واشنطن تعتبر الا وجود لتقدم حالي في الاتفاق النووي الايراني كما ترى الا تقدم متوقعا في المستقبل القريب خاصة في ظل انتهاك تهران لحقوق الانسان وارسالها طائرات مسيرة الى روسيا على حد قوله قال وزير الخارجي الايراني حسين امين عبدالامير عبداللهيان الثلاثاء ان لقاءه بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزي بوريل كان صريحا وبناء مضيفا ان اللقاء سمح بمناقشة جميع جوانب اتفاق بين النووي عبداللهيان وخلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية قال ان موقف ايران بشأن الحفاظ على سلمية برنامجها النووي على مدى العقدين الماضيين ثابت ولم يتغير مؤكدا ان استقرار وهدوء ايران يرتبطان باستقرار وامن المنطقة باسرها الى الشأن الفلسطيني الان رفض الاحتلال الصهيوني الاربعاء تسليم جثمان الشهيد ناصر ابو حميد الى عائلته ودعت وسائل اعلام صهيونية ان قرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني عدم اعادة جثمان الاسير ابو حميد يأتي استنادا الى قرار سابق اتخذه الكابنت الذي ينص على احتجاز جثمين الاسرى الذين يتوفون في السجون او منفذ العمليات هذا وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين قد اعلنت الثلاثاء عن استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد من مخيم الامعاري في مستشفى السفاروفة جراء سياسة الاهمال الطبية المتعمد التي تنتهجها ادارة سجون الاحتلال بحق الاسرى المرضى وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها في حق الشعب الفلسطيني حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاربعاء عشرة شبان من محافظة جنين بعد ان دهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وذكرت مصادر امنية واخرى مختصة بشؤون الاسرى في جنين لوكالة الانباء الفلسطينية ان اعتقال الشبان جرى خلال عمليات دهم واقتحام طالت قرى وبلدات برقين وجبع وفحمة الى موضوع اخر اشهد الرئيس السحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي بالموقف المبدئي لجمهورية جنوب افريقيا الذي يتجلى في الاسرار القوي على ضرورة استكمال حرية افريقيا واستقلالها الرئيس غالي وفي رسالة تهنئة للرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الافريقي اشار الى ان ذلك المسعى لن يتحقق دون ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة وبالتالي انسحاب الاحتلال المغربي من اراضي الجمهورية الصحراوية التي يحتلها بشكل غير شرعي تعتزم الجزائر اطلاق مشروع ضخم يمكن من تصدير كميات هائلة من الكهرباء انطلاقا من جنوب البلاد نحو بلدان الساحل والصحراء مع كشفها عن خطة لانتاج اكثر من 15 الف ميجاوات من مصادر متجددة في ولاية اقصى الجنوب شمالا وجنوبا تتعدد تحركات الجزائر دمن مساعة استراتيجيات تمهد لتحولها الى مركز اقليمي للطاقة الشاملة بالكشف على مشروع ضخم لتصدير كميات هائلة من الكهرباء انطلاقا من جنوب الجزائر نحو بلدان الساحل والصحراء الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع لنقل كميات هامة من الكهرباء نحو افريقيا ولسيما دول الساحل في مشروع شدد رئيس الجمهورية على ضرورة انجازه وانحن نعمل على ذلك المسعى المدعوم بخيار استراتيجي اخر يستهدف انتاج 15 الف ميجاوات من الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة في جنوب البلاد في منطقة تسجل اعلى معدلات التعرض للشمس بمتوسط 4000 ساعة في السنة سنعيد بعث انتاج 15 الف ميجاوات في الاجال المحددة العمل سيتم عبر تحضير الشبكة الكهربائية لتحمل كل الكاميات التي ستنتج من الطاقات المتجددة وكذا وضع شبكة ذكية تسمح باستعاب كاميات انتاج فردية من الطاقات المتجددة فضلا عن انجاز محطات كهربائية ذات ساعة كبيرة تتراوح بين 100 و300 ميجاوات على المستوى الوطني ودراسة وضع كوابل بحرية لنقل الكهربائي الى اوروبا الجزائر لديها قدرات فريدة من نوعها في العالم رواق جنوبي يضاف الى اعلان الجزائر عن ممر شماليا يمكن من نقل حوالي 10 الاف ميجاوات من الكهربائي الفائضة في البلاد نحو اوروبا عبر كابل بحري يربط حنب الجزائرية بجزيرة سردينيا الايطالية وصلنا الى ختام النشرة للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة اسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية الى اللقاء اشتركوا في القناة